من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء وأيتها الأخوات الفاضلات وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة المباركة على شاشتكم الطاهرة المباركة على شاشة قناة الرحمة على طاعته أسأله جل جلاله أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك ومولاه أحبتي في الله يسعدني أن يتجدد اللقاء مع حضراتكم في برنامجكم فتاوى الرحمة للإجابة على بعض الأسئلة والاستفسارات والله تعالى أسأل أن يرزقني وإياكم التوفيق والسداد والصدق والإخلاص وأن لا يستخرج منا إلا ما يرضيه عنا إنه ولي ذلك والقادر عليه نستقبل الاتصال الأول السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله في السنواتي حالك الشيخ أهلا وسهلا أهلا وسهلا وأنسك بقربه واجعلك من عباده المتقين آمين آمين بارك الله فيك والله لا أصدق أني أكلمك والله لا أصدق الله يسترك في الدنيا والآخرة قد جعل لي أتمنى أن يجعل الله عز وجل لي اسما عملي اسمي إخلاص آمين آمين يا رب فزقت طعم الإيمان مبكرا الحمد لله وإني على طاعة فلا يوم إلا وأصمخ والحمد لله والشكر له الحمد لله وحده فقيم وذكر واستغفار ولكن منذ رمضان تظهر لي بعض المشاكل وساوس لا أستطيع حلها نعم وساوس متعلقة بالعقيدة لا أدري ما أفعل بها وساوس متعلقة بالعقيدة أم لا بالعبادة بالعقيدة يعني كما يفعل السحراء أنا أستغرب يعني الحمد لله رمضان عبادة قيم لا يفوتني الترت الأخير من الليل حتى الأيام هذه يعني أصعو تنتين ونص والحمد لله لله الحمد يعني أريد أن أجعلها عبادة فقط بيني وبين الله عز وجل لكن منذ هذه يعني تزجني في العبادة تزجني في الطاعة يعني بفضل الله حاول الذكر الاستغفار يعني لا لا تعدو أو تعدو نصف ساعة أو نصف ربع حاسب نفسي كما قال الشيخ يعقوب كل ربع ساعة ذكر طلع النبي استغفار لكن الحمد لله لكن تأتيني ولا ولا ثانية أكرهها أكره نفسي أتمنى أن أضربها يعني أموة نفسي أتمنى الأرض تنشق وتبلعني لا أدري ما أفعله إن شاء الله أرجو أن تنتظر الجواب وسيشرح الله صدرك بإذن الله تعالى فأدعي لي يا شيخ بحسن الخاتمة أسأل الله أن يثبتني وإياك على الحق وأن يرزقني وإياك حسن الخاتمة فإني الحمد لله أتممت حفظ آل عمران بعد البقرة نعم وحج بيته أنا وأمي وشفاء أمي والدعاء لأبي بن مغفرة وهداية أختي وأخواتي جميعا آمين 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 جزاكم الله خيرا طيب نستقبل تصالي آخر سلام عليكم كيف حالك يا شيخ محمد أهلا وسهلا خير حال الحمد لله لذك الله خيرا ومبارك الله فيك ورفع قدرك آمين آمين يثبتك على الحق إلى أن تلقاه آمين آمين أرجو منك الدعاء الأمني بالشفاء الله يشفيها ويعفيها ويرفعنا كل بلاء آمين ربنا يهدي قلبك ويسترك في الدنيا والآخرة آمين آمين عندي سؤال نعم ارفع الصوت لو سمحت أنا باخد يعني مادة درسياني في مركز نعم باخد دورة تدريبية في مركز نعم فبيبقى الأعداد كتيرة أو كده فبعد إن سوازة الخانزير وكده فالمركز ده شل يفطى بتاعة المركز وحط يفطى جمعية خيرية يعني نعم عشان يتهرب من زورة الصحة يعني نعم فهلا أنا لو أروح يعني بروح المركز أو كده فبشارككم في الإسم أو كده يعني في التهرب ده طيب حاضر طيب نستقبل التصالة للآخر السلام عليكم عليه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله مرحبا والله يا عم محمد أنا عندي رؤية يعني داتني ثلاث مرات صلى صلاة الاستخارة ورؤية داتني ثلاث مرات تفضل آه تفضل أسمعك تعجل لك أنا عندي رؤية الرؤية داتني ثلاث مرات صلى صلاة الاستخارة ورؤية داتني ثلاث مرات آه تفضل الرؤية داتني مرتين يعني أنا أضحب واحدة وأهلي بينها بقى شاكل وصلى صلاة الاستخارة مرتين تأهدين وكل جم صلي أجمل أجل فادر عيدا ومرتين داتني أضلعت له واسل خضرة وكان يدي أبالي أكله وكده أنا مش عارف أعمل ياه يعني هل أنت متقدم لخطبتها نعم أنت متقدم لخطبة هذه الفتاة يعني أنا بحبها وعاز أرتبط بيها يعني وكدهو يعني ويجب زوت على سنة الله ورسوله هذا حديث نفس وأسأل الله أن يقدر لك الخير هذا حديث نفس طيب نستقبل اتصال آخر السلام عليكم وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ألو تفضل يا أختي عليكم السلام ورحمة الله بارك الله فيك يا شيخ محمد شيخ محمد كذا أسأل حضرتك هل الأخ المقاطع لأخت وهو يرفض سلطها يعني هل الأخت عليها سلطها يعني هي أخت لو قطعته وهي قاطعة للرحم أم هو الواجب عليه سلطها وهي تقطع هو يصلها وهي تقطعه أو العكس لا العكس طيب السؤال التانيسي كمحمد هل خال الزوج وعمه من المحارم للزوجة أم لا السؤال الثالث لو رجل بيشتري كويتش بمبلغ معين ويدفع قصد والبقى يدفعه على الفترات يعني ولكن صاحب الكويتش يطلب منه سوائد فهل على المشتري اسم أم لا وإن كان ليس له بديلا يعني وبقى أسألك زيقر حماد أن تدعي اللي بيسير أمري حاضر ربيني يصطرك أختي طيب نستقبل السؤال الأخر السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام رحمة الله يا مرحبا أهلا وسهلا لو صنعت يا شيخنا أنا حافظ فلوس في بنك مصر المعاملات الإسلامية نعم فمش عارف هل كده صحة أو غلط طيب حاضر وبشتغل في الجزء تعاوز أعرف اتصحة في الجزء بس عشان ما يخشش في فلوس ربق أو حال حاضر جزاك الله خيرا حاضر طيب استقبل السؤال الأخر السلام عليكم السلام عليكم رحمة الله وبركاته وعليكم السلام رحمة الله وبركاته جزاكي شيخ محمد أهلا وسهلا أهلا وسهلا منور الشاشة يا حاج محمد ربنا نور قلبك بالإيمان ربنا يبارك في عمرك ويخليك أنا الحاجة بتاع تسمع لي اللي قلت رحيتك نفسي أشوفك أهلا وسهلا ربنا يسترك الله يخليك عامل إيه حضرتك بخير أهلا وسهلا الحمد لله والله يا حاج محمد أنا نفسي أجيلك المنصورة بس هو المرض اللي تعيبني شوية مش عارفة أمشي لكن ربنا يقضلني إن شاء الله أنا نفسي أشوفك فعلا أوي 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 ربنا يرفع عنك البلاء ويرفع عنك الده ربنا يخليك ربنا يخليك عامين يا رب ربنا يبارك في عمرك يا شخص محمد ادعي لنا ادعي لنا ربنا يسترك ويكرمك طيب نستقبل بصلاة آخر السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام الشيخ محمد نعم الشيخ بدي أحكي معاك بعد البرنامج ممكن أترك الرقم في الكنترول آه حاضر اتصل على نفس الرقم وإن شاء الله أرد عليك بعد عشر دقائق بإذن الله تعال ربنا يبارك فيك وأرجو من إخواننا أن يهتموا بال طيب نستقبل الصالة آخر السلام عليكم أرجو من الإخوة إذا اتصلت أي أخت أو أي أخ يريد أن يكلمنا بعد برنامج عندنا في الإدارة أرجو أن يوسروا ذلك وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مننا ومنكم صالح الأعمال طيب نستقبل الصالة آخر السلام عليكم مرحبا نعم مرضوه يعني بس شخصي صوية حق لا اسمعوك الصوت عندك غير واضح طيب السلام عليكم استقبل الصالة آخر عليكم السلام أهلا وسهلا إزاي حضرتك الله يسترك ربنا يثبتنا ياك على الحق يا رب الله أمين شيخ نخابط المهندسين نعمل حاجة اسمها التكافل الحكاية أننا ندفع مثلا مبلغ 500 جنيه دلوقتي و60 جنيه كل سنة وبعد 5 سنين الـ 60 دول ممكن يبقوا 100 لحد ما نوصل فين 60 سنة إن شاء الله ناخد 24 ألف جنيه دعم هل ده في مشكلة وبيشغلوا الفلوش دي في العقارات وفي الأراضي حاضر 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 ادعينا يا شيخ الله يسترك ويبارك فيه السلام عليكم عليكم السلامة والبركاته طيب نستقبل الصلاة الأخر السلام عليكم السلامة والبركاته تفضل يا شيخ سماحة أنا عندي سؤال بس تفضل ليه أخذ كتف الشغل نعم ليه أخذ كتف تشتغل يعني أي نعم فحلفت عليها بالطلاق معها تطلق الشغل دي تاني وجعلت من الشغل نعم وجهت سفرت على الأردن فبعد فترة راحت الشغل أسبوع وانقصعت بسأني ساعة ما حلفت كان في نيتي ما تطلقش الشغل خالص أيو فهل حسب عليها طلقة وحلفت عليها بالطلاق هي من حق طلق أنت وهل من حقك أن تطلق أختك ولا حلفت عليها أن مراتك تبقى طالق لو ذهبت أختك إلى العمل لا أنا سراحة أقول عليها الطلاق ما أنت راح الشغل دي كان طيب وأنت لا تقصد أن طلق زوجتك أنت لا أنا مقصد طبعا نظام تهديد مثلا أو كده طيب حاضر حاضر طيب نستقل صالة الأخر السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله أهلم سهلا حضرتك ادعيلي بالصفة نساء الله يا رب شفيك وعافيك وش مرضى المسلمين عايزة أسأل حضرتك سؤال نعم يعني أنا مريضة وقالولي عايزة عملية ولمولي فلوس على سنة من العملية وبعدين العملية له مش نفعة وبعدين دلوقتي قالولي الفلوس دي ممكن تحج بيها أو تصرفها في العلاج مش نفعة ليه العملية مش نفعة ليه ما الجمعولك ليه ما عشان في دكاترة كتير قالوا العملية دي مش نفعة عشان فيه تسأل في البطن وكده طيب ماشي وبعد طيب نستقل اتصالا آخر السلام عليكم نستقل اتصالا آخر السلام عليكم السلام عليكم نعم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله فضل يا الله يا شيخ محمد انت وجهك منول قناة الرحمة الله يستر بنهرف عقد ربنا يبرد فيك يا رب يبرد في جميع العاملين في قناة الرحمة آمين يا رب وأسألك الدعاء لي والإخوان أن نكون من حفظة القرآن الكريم يا رب اللهم اجعلنا من أهل القرآن العاملين أزاكم الله خيرا عليكم السلام ورحمة الله شكرا الله لكم طيب نستقبل صلاة آخر السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا أتفضل يا حق أهلا أهلا سهلا شيخ محمد أهلا نعم أزاك شيخ محمد عمليه كل سنة وانت طيب وانت بخير ربنا يبارك فيك ربنا يبارك لك يا رب يدعيننا الله يكرمك وقبرك الله يكرمك يا رب ويدعي لي ابن الله يكرمك الله يجعله من الصالحين الله يكرمك يا رب ويدك الصحة ونقول لك عينك يا رب والحب فيك خالق اللهم أمين اللهم أمين شكرا شكرا جزيلا ربنا يبارك فيك طيب نستقبل صلاة آخر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا تحياتي لشيخنا وحبيب قلوبنا الشيخ محمد أعزك الله الله يحييك ويجمعناك بهذا الحب في ظل عرشه آمين والله إنك لفخر أمة الإسلام يا شيخ محمد الله يسترك ورفع قدرك لو سمحته الأمين يا شيخ محمد الله يجبك خير آمين 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 أتأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك فيك وفي عمرك ويجيدك علما وساعة في الرزق ويأتي لك أولادك كما كنت سنلا في هداياتنا يا شيخ محمد يا رب يا رب يا رب وإنتهى لبشر قصر القلوب لاختياركم للمشاركة في غسيل الكعبة اللهم لك الحمد ربني أعزك ورفع قدرك الله يوفاك يا شيخ محمد يا رب آمين آمين شيخي وطاق رأسي عندي سؤال لو سمحتك تفضل ربني أعزك تفضل عندما يمرض أحد علماؤنا أقول يا رب شفي وأدع له وأتمنى أن أكون بدل هذا العالم لإنني فرد أما أنتم أمة للأمة فألا أؤثر على هذا القول الله أكبر وأترح لنا عدة المرأة لإنه راح للمرأة عدتها لأن في مصر سراحة لنسليم مش لهمين هدك المرأة خاضر الله يكذف خير خاضر ربني أعزك ورفع قدرك ربني أبرك فيكم سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما شاء الله طيب نستقبل سؤالين أخيرين لأن الوقت اليوم قليل أسأل الله نبارك لي ولكم في أوقاتنا وأعمارنا نستقبل اتصالين السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله كيف حالك يا شيخ بخير الله يسترك أسأل الله أن يحضر بذكران للأمة آمين يا رب وإياكم يا شيخ عندي سؤالين خضلي يا شيخ أنا عاني من وسواكي يعني كل سقوي ما أقدم يعني ما أعرفش أسوي حاضر 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 أسأل الله أن يشرح صدرك وأن يذهب عنك الوساوس إن شاء الله أجيبك بإذن الله أنت وأختنا التي سألت فيها أول سؤال عن الوساوس فإن شاء الله سأجمع بين السؤالين طيب أستقبل اتصالا أخيرا السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أيها السلام عليكم شيخ محمد وعليكم السلام ورحمة الله كيف حالكم وبرك الله لكم في حز هذا العام آمين 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 أجزاكم الله خيرا وإياكم أهلا وسهلا أريد أن أسألك أم نعم فقدنا الاتصال أيها السلام عليكم آه عليكم السلام تفضلي أنا والله يا شيخ كلما أراك وأنا وأنا مبترية بسحل وأريد منك دعاء في في اليوم في الليل حاضر والله ما اهتديت إلا على يديك ولا أريد أن أخبر أحدا هذا سر بيني وبينك والله أعلم ولكن أريد منك أدعاك في رليل حاضر 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 يا أختي أسأل الله أن يفرج كربك وأن يكشف همك وأن يزيل غمك وأن يقدر لك ما يرضيه عنك طيب أستقبل اتصالا أخيرا سلام عليكم سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله السلام عليكم السلام ورحمة الله بارك الله فيكم في قناة الرحمة وإياكم كان سمحتنا عزيزة لتؤال نعم كان ابني كان في النادي وليجي خاتم نعم ابني ابني كان في النادي وليجي خاتم كنت عزيزة عرفة هل الخاتم ده ايه حكمه يعني هل أتريعه وتبرع بفلوسه لاتحابه ولا أعمل ايه هو وجد الله يعني وجده ابني أنا اللي جي في النادي آه طيب لقيهو في النادي حاضر 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 شكرا ربنا باركيكم طيب أعتذر الإخواني وأخواتي على الهاتف ووددت والله أن لو جلست فقط يعني أستقبل اتصالاتكم لأنني أعلم أن مجرد الاستقبال للاتصال يريح المتصل ووددنا ورب الكعبة أن لو أرحنا إخواننا وأخواتنا جميعا بالحق وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنهم جميعا صالح الأعمال طيب أجيب إجابات سريعة للإجابة على هذا القدر الكبير من الأسئلة نظرا لضيق الوقت في هذه الحلقة ولا حول ولا قوة إلا بالله سؤال وجدته على مكتب القناة يقول العينات الطبية المجانية الدواء للدواء هل من الممكن أن تباع بمقابل مد أم لا والجواب لا لا يجوز أن تباع العينات المجانية التي تهدى للأطباء وأنا أنصح إخواني الأفاضل من الأطباء ومن الصيادلة أن يجعلوا هذه العينات المجانية للفقراء لا يجاملوا بها الأغنياء يعني هذه نصيحة مني لإخواني الأفاضل من أساتذتنا الكرام من الأطباء ومن إخواننا الأفاضل من الصيادلة أرجو أن تكون العينات المجانية الدوائية للفقراء الذين لا يستطيعون شراء الدواء ولو أهديت هذه العينات لإخواننا وأساتذتنا الأفاضل من الأطباء أرجو أن يحتفظوا بها فإذا تقدم فقير علم من حاله أنه لا يستطيع أن يشتري الدواء فعلى الأقل إن أخذوا منه قيمة الكشف فليقدم له الطبيب هذه العينة المجانية وهو إن شاء الله تعالى مأجور وهو مأجور أسأل الله لا حرمه الأجر أما أن تباع هذه العينات المجانية فلا جوز بيعها والله تعالى أعلم وأسأل الله عز وجل أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين وأن يطعمنا وياكم الحلال الطيب أنه ولي ذلك والقادر عليه سؤال أختنا الفاضلة أنها على طاعة وعلى ذكر وعلى استغفار وغير ذلك أصلا نثبتها على الحق ومع ذلك تداهمها بعض الوساوس أو كثير من الوساوس المتعلقة بأمر العقيدة وهذا سؤال أخت فاضلة أخرى سألت في آخر هذه الحلقة الكريمة إن شاء الله تعالى وأنا أود أن أبشر يعني فستعجب الأخت من هذه العبارة أود أن أبشر هذه الأخت الكريمة بأن هذه الوساوس التي تخافها هذا الخوف الرهيب الآن هذه الوساوس المتعلقة بالله جل جلاله متعلقة بالذات يعني قد يأتي الشيطان ليوسوس لأختنا الفاضلة ويقول لقد خلق الله السماء والأرض وخلقك وخلق كذا وكذا فمن خلق الله قد تأتي هذه الوساوس المتعلقة بالذات في الأسماء في الصفات في الأفعال هذه الوساوس أيها الأخت الكريمة ما جمتي تردينها وتتألمين منها هذا الألم وتخافين منها هذا الخوف ولا تنجرف وراء هذه الوساوس ولا تزعزع إيمانك ولا تحول بينك وبين طاعة ربك سبحانه وتعالى فأنا أقول لك بملء فمي أبشري فهذا دليل إيمانك الصافي بإذن الله تعالى فلقد سأل الصحابة رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الوساوس التي تداهم قلوبهم أحيانا وهم يدفعونها فقال لهم عليه الصلاة والسلام والحديث في صحيح مسلم أما وقد وجدتموه أما وقد وجدتموه قالوا بلى يا رسول الله قال 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 فذلك محض الإيمان الله أكبر أبشري يا أختاه فذلك محض الإيمان لقد يائس الشيطان معك في كثير من أبواب العبادة فراح يوسوس إليك في هذا الجانب في جانب الاعتقاد في جانب متعلق بذات الحق تبارك تعالى فما جمتي تدفعين هذه الوساوس ولا تنحت هذه الوساوس صرح الإيمان في قلبك ولا تزعزع ثقتك بربك تبارك وتعالى بل لا تزيدك إلا خوفا من الله وإلا طاعة لله وإلا مدومة على الذكر ومدومة على الاستغفار ومدومة على قيم الليل كما قلت فأنا أقول لك مرة ومرة ومرة أبشري أبشري وداوني على ما أنت عليه ولا تخاف أبدا من إعراضي من عرض هذه الوساوس أو من مرور هذه الوساوس على القلب ما دام قلبك مطمئنا بالإيمان بالله جل وعلا وبرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولن أقول لك زيدي على ما أنت عليه لن أقول لمن ابتلي بالوساوس إلا كن دائما على وضوء ما استطعت إلى ذلك سبيلا كن دائما على ذكر ما استطعت إلى ذلك سبيلا حافظ على الورد القرآني حافظ على صلوات بالليل ركعة بالليل حافظ على الذكر حافظ على الاستغفار ما أنت عليه لا أزيدك على ما أنت عليه فاثبتي واطمئني وثقي بربك تبارك وتعالى ولا تخاف شيئا إن شاء الله وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يذهب عنك هذه الوساوس وستذهب إن شاء الله ستذهب إن شاء الله إنما هذه وساوس شيطان رجيم يريد أن يخرجك مما أنت فيه من لذة الطاعة وحلاوة الأنس والقرب من الله سبحانه وتعالى فاثبتي وأبشري ولا تخافي وأسأل الله أن يطهر قلبي وقلبك وقلوب إخواني وأخواتي وأن يذهب عني وعنك الوساوس والهم والغم والألم إنه ولي ذلك والقدر عليه ويعني أنا متألم جدا لهذا الخبر الذي نقرأه اليوم في جردة الأهرام ونسمعه اليوم في وكالات الأنباء والفضائيات بأنه أكثر من أو مليون مكتئب في مصر مليون مكتئب في مصر لما سمعت الخبر تألمت وعاهدت الله سبحانه وتعالى أن تكون خطبة الجمعة القادمة عن علاج الاكتئاب نعم يعني نعالج الاكتئاب الذي تألمت حين قرأت الخبر وسمعته أن مليون من المصريين قد أصيبوا بمرض الاكتئاب ولا حول ولا قوة إلا بالله نعم سنقدم إن شاء الله تعالى علاجا ربانيا ونبويا لمرض الاكتئاب من الكتاب والسنة وذلك في خطبة الجمعة القادمة بإذن الله انقدر الله لنا البقاء واللقاء وستدع كما يعني تعودتم وعودناكم على شاشة قناة الرحمة واسأ الله أن يذهب عننا الاكتئاب وأن يذهب عننا الهم والغم والوساوس والحزن والألم والداء إنه ولي ذلك والقادر عليه الأخت يعني تسأل سؤال ورع وورعة تقول أخذ دورة تضريبية في مركز المراكز ورفع هذا المركز اللافتة الخاصة به ووضع لفتة خاصة أخرى يعني للتهرب من كذا ومن كذا فهل هي آثمة إن استمرت في هذا المركز والله هذا سؤال ورع وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياك على الحق أنا لا أعلم يعني لماذا رفع المركز هذه اللافتة يعني هذا الأمر يحتاج إلى بحث وإلى سماع وجهة النظر الأخرى هل هناك ضرر واقع على المركز جعلهم يغيرون اللافتة هل تغير هذه اللافتة يخالف المظم واللوائح القانونية ويعرض هؤلاء القائمين على المركز لحرج شرعي ثم لحرج قانوني إلى غير ذلك من الأسئلة أو من مناط الفتوى الذي يجب على العالم أو على طالب العلم أن يكون على بصيرة به ليستطيع أن يسحب دليلا من القرآن ومن السنة على هذا الواقع لكن على أي حال وجودك أنت في المركز للتعلم ما دام تعلمك لأمر منضبط بضابط الشرع فلا إثم عليك فيه ولا حرش وهم انقصروا في أي جانب من الجوانب فهم المسؤولون أمام الله تبارك وتعالى وأسأل الله عز وجل أن يزيدنا وإياك ورعا وتقى إنه لي ذلك والقادر عليه هل الأخ القاطع لأخته وهو يرفض صلتها هي تحاول أن تصل ورافض فهل عليها إثم والجواب لا لا إثم عليها إن حرصت الأخت الكريمة على أن تصل أخاها ولكنه قاطع ولا حول ولا قوة إلا بالله فلا إثم عليها وقد رفعت الإثم عن نفسها وكأنما تسفه المل كما قال عليه الصلاة والسلام ولا حول ولا قوة إلا بالله وأنا أذكر هذا الأخ الكريم إن كان يسمعني وأذكر أي أخ قاطع لرحمه أن يتق الله تبارك وتعالى وأن يعلم أن القطيعة قطيعة في الدنيا والآخرة قال الله جل وعلا فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم فتقطعوا الأرحام يعرض العبد ويعرض صاحبه إلى لعنة الله تبارك وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم أقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما خلق الله الخلق قامت الرحم فتعلقت بالعرش وقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة تستعيذ بالله جل وعلا فقال لها ربنا تبارك وتعالى أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك فالصلة صلة صلة من الله للعبد بالرزق والرحمة والبركة والتوفيق والسداد والسعة والقطيعة قطيعة يقطع الحق تبارك وتعالى عن هذا العبد القاطع رحمته وفضله وبركاته جل جلاله أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك قالت بلى رضيت فقال جل جلاله فذلك لك وقرأ النبي قول الله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطع أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله الآية فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلناكم من أهل الصلة وأرجو أن أنبه إخواني وأخواتي أن الصلة لا تكون إلا من قطيعة يعني أنت حضرتك بتزورني وأنا بزورك دا تبادل زيارات حضرتك بتكلمني وأنا بكلمك هذا تبادل إنما الصلة لا تكون إلا من قطع لا تكون الصلة إلا من قطيعة أن تصل من قطعك هذه الصلة إنما أنت بتزورني وأنا بزورك دا مكافأة هذه مكافأة هذا رد مكافأة هذا رد للزيارة إنما أنت تقطعني وأنا أصلك أو أنا أقطعك وأنت تصلني هذه هي الصلة ولا جوز للأخي أن يقطع أخاه ولا حول ولا قوة إلا بالله لقول عليه الصلاة والسلام لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام أما إن كانت القطيعة لدين بشرط أن يكون القاطع صادقا مع رب العالمين فهذه قد يكون صاحبها مأجورا إن كان صادقا فلقد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم المجتمع المسلم في المدينة النبوية الطاهرة أن يهجر الثلاثة الذين خلفوا أو تخلفوا عن غزوة تبوك واستجاب المسلمون لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا هجر مشروع فالهجر نوعان هجر ممنوع وهجر مشروع أما الهجر المشروع للدين بشرط أن يكون الهاجر صادقا في ذلك فعلا والله يعلم الصادق من الكاذب أما الهجر الممنوع والمحرم فهو الهجر من أجل دنيا أو من أجل هوى أو من أجل هوى وأسأل الله أن يجنبني ويكون الهوى وأن يكفيني ويكون شر الدنيا إنه ولي ذلك والقادر عليه هل خال الزوج وعم الزوج محرم الزوجة لا 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 يجوز للمسلم أن يدخل على زوجته عمه بغير وجود محرم أو خاله فليس هؤلاء من محارم الزوجة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قول إياكم الدخول على النساء وفي رواية أخرى قال صلى الله عليه وسلم إياكم والحم أو قال ألحم الموت ألحم الموت ألحم الموت قالوا ومن ألحم يا رسول الله أو العلماء قالوا ألحم هو أخ الزوج أو أقارب الزوج الذين يسهل عليهم أن يدخلوا إلى البيوت بلا إنكار من المجتمع وهذه عادات بالية يجب أن تتغير ولا يحدث في البيوت ما يحدث من المصائب والبلاء إلا بسبب التفريط في دين ربنا وفي البعد عن شرع نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى أسأل الله أن يجزيه عنا خير ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن قومه إنه لي ذلك والقادر عليه طيب الأخت تسأل أن زوجها اشترى سلعة معينة وهي الكويتش السيارة أو بنشر السيارة عند بعض إخواننا في الخليج ويدفع الأقصاط وصاحب السلعة يعني صاحب البنشر أو الكويتش بيطلب منه فوائد ولا بديلة له أما إن كان الرجل يبيع هذه السلعة بالقصد بمعنى إنه مثلا قيمة الكويتش للسيارة أو البنشر للسيارة مثلا أربعة آلاف جنيه مثلا وهو يقول بأن السلعة دي أربعة آلاف كاش نقدا لكن بالتأسيط خمس آلاف لا حرج لا حرج في ذلك وهذا قول جماهير العلماء إن اتفق البائع والمشتري على سعر محدد في مجلس واحد فلا حرج في ذلك وهذا بيع حلال وبيع مشروع فبعض علمائنا الذين تكلم في حكم البيع بالتقصيط لم يتكلم في زيادة الثمن وإنما تكلم في جهالة الثمن أرجو أن تنتبهوا لهذا لم يتكلم علماؤنا الذين تكلموا في حكم البيع بالتقصيط في زيادة الثمن فهذا جائز زيادة الثمن جائزة مع إمهال من اشترى السلعة هذا الوقت في السداد فلا حرج في ذلك إنما الحرج في جهالة الثمن في أن لا يعلم المشتري وأن لا يعلم في أن لا يعلم المشتري ثمن السلعة في هذا الوقت الآجل أو في الوقت العاجل في هذا الوقت العاجل أو في الوقت الآجل وإنما إن اتفق البائع والمشتري على ثمن السلعة نقدا وعلى ثمن السلعة بالتقصيط فهذا بيع جائز ومشروع ولا حرج فيه إن شاء الله تعالى أما إن كان البيع يقول له مثلا والله لو ما سددتش أو لو سددت كذا يبقى رقم الفيدة كذا ولو سددت بعد شهرين أو بعد ستة أشهر يبقى السعر الفيدة كذا هذا لا جوز هذه زيادة ربوية محرمة هذه زيادة هذه الزيادات التي تأتي على ثمن السلعة زيادات مركبة أو متراكمة أو متراكبة لامتداد وقت السداد من المشتري فهذه الزيادات زيادات ربوية محرمة أما إن اتفق البائع لأي سلعة والمشتري لهذه السلعة على السعر النقدي والسعر بالتقصيط في نفس المجلس وكان السعر محددا وليس مجهولا فهذه الزيادة لا حرج فيها وليس زيادة ربوية لأنه بيع لأنه بيع لسلعة وهذه الزيادة في مقابل إمهال البائع للمشتري في سداد قيمة هذه السلعة فلا حرج أن يستفيد هو وكما يستفاد المشتري وهذه الإفادة أو الاستفادة ناتجة عن بيع وليست ناتجة عن ولادة مال لمال بلا بيع وبلا وجود سلعة حتى لا يختلط الأمر على بعض إخوان ولكتب ايه الفرق بين دي وبين الربا لا فرق كبير الربا ولادة المال للمال لعنصر الزمن ما فيه السلعة داخلة في موضوع الربا الربا ولادة المال للمال لعنصر الزمن ليس إلا هذا تعرف الربا ولادة المال للمال لعنصر الزمن ليس إلا إنما البيع بيع وأحل الله البيع وحرم الربا سواء كان هذا البيع كاش نقدا يعني أو بالتقصيد ما لم يكن البيع في الأصناف الستة المعروفة التي حددها النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح والتمر بالتمر يدا بيد مثلا بمثل سواء بسواء فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعط سواء فإن اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم فما دام الأمر بعيدا عن هذه الأصناف الستة التي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فهذا بيع مشروح حتى مع هذه الزيادة وأرجو أن يكون الأخ الذي سألني أيضا عن البيع بالقصد أن يكون قد استفاد من هذا الجواب فهو جواب أيضا على سؤاله وأسأل الله أن يطعمني وإياكم الحلل الطيب إنه ولي ذلك والقادر عليه أختي تسأل تقول بأن زوجها بخيل فكيف تتعامل معه أسأل الله أن يكفيني وإياكم شر البخل أنا لا أجد مرضا في الرجل يعني أو من أخطر أمراض الرجال مرض البخل ولا حول ولا قوة إلا بالله لمن ابتلوا بهذا المرض وهذا الداء البخيل بعيد عن الله البخيل بعيد عن الله بعيد عن الجنة بعيد عن الناس ولو كان هؤلاء ولو كانوا أهله ولو كانت زوجته ولو كانوا أولاده الزوجة تكره الزوج البخيل ولو كان دينا أي متدينا تكرهه لا سيما إن كانت الزوجة تعلم أنه يستطيع أن ينفق وأن يوسع عليهم وعلى أولادهم فالبخيل بعيد عن الله بعيد عن الجنة بعيد عن الناس والكريم قريب من الله قريب من الجنة قريب من الناس والبخيل ولا حول ولا قوة إلا بالله لا يستمتع بنعم الله عليه ولا بفضل الله عليه وإنما يعيش يعيش محروماً ويموت محروماً من نعم الله عليه بل ومن دعاء أهله له بعد ذلك يقول لك حرمنا الله يحرمه حرمنا الله يحرم الجنة والله أسمع هذا بأذني رأسي حرمنا الله يحرم عليه الجنة ولا حول ولا قوة إلا بالله ويخرج البخيل والله العظيم لن يأخذ معه جنيهاً واحداً والله لن يضع في كفنه مليوناً أو مئة ألف أبداً داعي الحرص على الدنيا وفي العيش فلا تطمع ولا تجمع من المال فما تدري لمن تجمع فإن الرزق مقسوم وسوء الظن لينفع فقير كل من يطمع غني كل من يقنع فأسألان يكفيني ويكم شر البخل فما ألأم البخلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لكن نصيحة لأختنا إن كان زوجها بخيلاً فلا إثم عليها ولا حرج أن تأخذ من ماله ولو بدون علمه لتأكل هي وأولادها بالمعروف وهذا جواب دقيق وأرجو أن تأخذه الأخت بدقته وأرجو أن تأخذه الأخت أو أي أخت لها نفس القضية بهذه الدقة كما قال عليه الصلاة والسلام لهند قال كلي أنت وأولادك أو أنت وأهلك بالمعروف بالمعروف فإن اضطرت الأخت أن تأخذ من مال الزوجها لتأكل ولتطعم أولادها ولتأتي للبيت بحاجاته الضرورية فلا إثم عليها ولا حرج حتى ولو كان ذلك بدون علم الزوج البخيل الذي يبخل بالنفقة أما إن كانت الأخت تقصد بالبخل أن الزوجة ينفق عليهم وعليها وعلى أولادها ولكنها تحتاج مزيداً من الرفاهية مزيداً من الكمليات يعني عوز تلفزيون ستين بوصة مثلاً وعوز تلقى سبعمائة أدم لا هذا ليس بخلاً ولا يحل لها أن تأخذ من مال زوجها جنيهاً واحداً بدون علمه إن كان الأخذ لرفاهية كاملة أو لمزيد عن الحاجات الضرورية فلا يحل لأي زوجة أن تأخذ من مال زوجها إلا بإذنه ولا أن تضع يدها في ماله إلا بإذنه وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يذهب عنا وعنكم البخل وأن يرزقني وإياكم الكرم والجود وأن يجعل الدنيا في أيدينا لا في قلوبنا وأن يجعل المال في أيدينا ليسهل علينا العطاء والإنفاق لا في قلوبنا إنه ولي ذلك والقادر عليه الأخ يقول ماله في بنك مصر معاملات الإسلامية والله يعني لو وضعه في بنك إسلامي يعني مستقل استقلالاً إدارياً ما أنا أقولها لله وأجري ورزقي على الله فهو أولى وأكمل وأفضل أن البنوك الإسلامية التي تتسم بأمرين بعقد تأسيس مبني على الضوابط الشرعية وبوجود هيئة للرقابة الشرعية لمراقبة أوجه استثمار أموال المدعين هذا هو البنك الإسلامي الذي نقول لمن اضطر أن يضع ماله فيه من إخواننا وأخواتنا ممن لا يجيدون التجارة ولا يجيدون ولا يستطيعون أن يضع أموالهم في البيوت نقول لهم حينئذ انضعوا أموالكم في هذه البنوك الإسلامية المتسمة بهذين الأصلين بعقد تأسيس شرعي بعقد تأسيس شرعي وبوجود هيئة للرقابة الشرعية وإن حدث خلل في فرع من هذه الأفرع فالمسئولية على المسئولين والقائمين على العمل ولا إثم على من اضطر يعني ماذا تفعل الأرملة التي رزقها الله رزقها الله جل وعلا من لغة من المال ماذا أصنع أستاذ الجامعة وهو معه مبلغ من المال لا يستطيع أن يتاجر ولا يمكن أن يقال له أبدا لا بالشرع ولا بالعقل ضع مالك في بيتك ولا تستثمر هذا لا يليق وإنما نقول لمن اضطر ممن رزقه الله مالا ولا يجد التجارة ولا يأمن أن يعطي ماله لأخيه ابن أمه وأبيه ليستثمر له هذا المال فلا حرج عليه أن يضع ماله في هذه الحالة في بنك إسلامي صاحب متسم بعقد تأسيس شرعي وبوجود هيئة للرقابة الشرعية وإن حدث خلل في فرع من هذه الأفرع لهذه البنوك الإسلامية فالإثم على القائمين لا على من وضع مضطرا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد الأمة إلى الحق ردا جميلا إنه لذلك مولاه وهذه فتوى المجامع الفقية وقد كررت ذلك مرارا وتكرارا أعمل بالتقصيط أجبنا على هذا بفضل الله سؤال الأخ في نقابة المهندسين والنقابة عمل صندوق للتكافل الاجتماعي وإن يضعون فيه مبلغا مقطوعا في أول الأمر ثم يخصمون منهم مبلغا آخر سنويا أو حتى شهريا أو أيا كان هذا الخصم هذا الصندوق الأخ يقول بأن هذه الأموال تستثمر في العقارات وفي بيع الأراضي وفي التجارة الحلال ويقسم مال هذا الصندوق بعد سن معينة لخروج هؤلاء الإخوة الموظفين المتسبين إلى النقابة فهل أموالها أموال هذا الصندوق حلال والجواب نعم والجواب نعم أمواله حلال بفضل الله تبارك وتعالى ما دامت أموال هذا الصندوق تستثمر استثمارا في الحلال ثم يوزع ريع هذا الاستثمار على المشتركين في هذا الصندوق بحسب رأس مالي كل مشترك أو بالتساوي إن كان رأس المالي الموضوع لكل مشترك منتساويا فهذا مال حلال ولا شبهة فيه إن شاء الله تعالى أما إن كانت هذه الأموال في أي صندوق من الصندوق تجمع لتوضع في بنك ربوي ثم تؤخذ الفوائد الربوية لتقسم بعد ذلك على المشتركين في هذا الصندوق فهذا حرام فهذا حرام وهذا لا يجوز وأسأل الله نرزق أنهاكم الحلالة الطيب أما إن كانت أموال هذه الصندوق تستثمر بأيد الشرفاء وبأيد الأمناء ثم تقسم هذه الأموال على المشتركين بما يساوي نسب المشتركين فلا إثم على مشترك في هذا الصندوق القائم على البر والتقوى إن شاء الله تعالى لقوله جل جلاله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وأسأل الله أن يبارك لنا ولكم في أموالنا وأن نرزقنا أيكم الحلالة الطيبة إنه ولي ذلك والقادر عليه طيب الأخ يقول له أخت بتعمل فحلف عليها بالطلاق إنها ما تعملش طبعا هذا خطأ هذا خطأ لأن الأخت لا يملك أخوها عليها طلاقا لا يملك أخوها عليها طلاقا ولكن لا شك ولا ريب أن قصده إنه محلف بالطلاق أن يطلق مرأته هو لا أن يطلق أخته لأنه لا يملك طلاق أخته وإنما اليمين ملك الزوج اليمين ملك الزوج فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى إن كان لا يقصد بهذا طلاق امرأته هو ثم عادت أخته إلى العمل إن كان قد حدد مدة اليمين إن كان قد حدد مدة اليمين وجلست أخته في هذه المدة لا تذهب إلى العمل فلا شيء عليه إطلاقا يعني إن قال بأن مرأته هو تكون طالقا منه إن ذهبت أخته إلى العمل لمدة مثلا شهر عقد النية حتى أولا لم يتلفظ أنه لا يمكن على الإطلاق تهجر النية أبدا النية معتبرة النية معتبرة إذا كان الشارع الحكيم يؤاخذ العبادة على الألفاظ فلا يمكن على الإطلاق ألا ينظر الشارع الحكيم إلى النيات بل النيات هي الأصل النيات هي الأصل إنما الأعمال بالنيات فالنيات هي الأصل حتى في ألفاظ الطلاق نعم في كل شيء في كل شيء في لفظ الطلاق وفي العبادات وفي الأعمال وفي الأقوال النية هي الأصل إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مريء ما نوى فإن كان هذا الرجل قد قصد أن لا تذهب أخته إلى العمل لمدة معينة واستجابت الأخت بالفعل ولم تذهب فلا شيء عليه إطلاقا فلا شيء عليه إطلاقا أما إن كان يقصد أن لا تذهب أخته إلى العمل مطلقا يعني ما ترش أبدا وتصبح مرأته طالقا إن ذهبت أخته إلى العمل في هذه الحالة إن كان في هذه الحالة يعتبر هذا المين يمينا معلقا فإن كانت أخته لم تذهب فلا شيء عليه كما قلت وإن ذهبت ولم يكن قاصدا لطلاق امرأته فعليه كما قال الشيخ الإسلام نتمية وغيره أن يكثر عن هذا كفارة يمين أن يطعم عشرة مساكين أو أن يكسوهم القسوة صعبة أن يطعم عشرة مساكين فإن عجز فعليه أن يصوم ثلاثة أيام ولا شيء عليه إن شاء الله تعالى وأرجو أن لا نستخدم لفظ الطلاق إلا فيما شرع إلا فيما شرع لا يجوز أن نستعمل ألفظ الطلاق إلا فيما شرعها ربنا تبارك وتعالى إذا استحالت الحياة بين رجل ومرأة فعليه حينئذ أن يطلق امرأته طلاقا سنيا شرعيا والحياة تنتهي وإلا لما شرع ربنا سبحانه وتعالى الطلاق أما أن نستخدم ألفظ الطلاق في كل شيء اللي ريح اشتريه أعزكم الله من السوق يحلف طلاق واللي عاوز اللي دخل البيت لا أزوجته ما سخنت لهش الصلطة يحلف طلاق هذا كلام لا يليق هذا كلام لا يليق وهذا لا ينبغي أن يكون سلوك العقلاء وإنما لا يجوز للرجل أن يستقدم هذه اللفظة إلا فيما شرعه ربنا تبارك وتعالى وهذا هو السر الذي أوقع به عمر بن الخطاب رضي الله عنه الطلقات الثلاث مجلس واحد طلاقا بائنا بيننا كبرى لو قال رجل امرأته أنت طالق ثلاثا في عهد عمر كان يفرق بينه وبينها ليه قال حتى يعني لا يتلاعب بشرع الله عز وجل وأنا بين أظهركم فلا ينبغي على الإطلاق أن نتساهل وأن نتهاون في موضوع ألفظ الطلاق لأن الرجل يقول لمرأته سبحان الله انت طالق انت طالق انت طالق يحللك شيخ ويحرمك شيخ ويحللك عفريت ويحرمك عفريت وبعدين يرجع تاني يدوخ السبع دخات على الشيخ عشان ياخد منه فتوى بالمآس فتوى متفصلة وبعدين يروح لجمة الفتوى ويروح للشيخ فلان ويطلع من عنده للشيخ فلان وإذا معاقبتوش فتوى الشيخ يروح لغيره وهكذا لإلو أنه عوز فتوى بالمآس متفصلة بالمآس هذا لا ليق يا أخي أسال الله أن يحفظ علينا وعليكم مودة بيوتنا ورحمة بيوتنا وأن لا يحرم بيوتنا من الحب والمودة والرحمة والأدب والاحترام والحلال إنه هو لي ذلك والقدر عليه أرجع أن يكون الجواب واضح الأخت تقول بأنها مريضة وجمع لها فلوس لإجراء عملية وبعدين قرى الأطباء بعد ذلك أن العملية ما تنفعش فهل تحج بهذا المال والجواب انتبه يا أختي إن كانت الأخت بالفعل صادقة في هذا المرض إن كانت الأخت صادقة بالفعل في أنها مريضة أو كانت مريضة وقرر الأطباء لها في حال المرض عملية جراحية إن كان الأمر كذلك وأرجع أن تنتبه جدا لأن التمارض ولا حول ولا قوت إلا بالله مصيبة كبيرة إذا كانت الأخت مريضة وقرر الأطباء لها فعلا عملية جراحية في هذا الوقت ويا فقيرة وقرر أهل الفضل وما أكثر أهل الفضل في الأمة زادهم الله من فضله أن يجمعوا لها قيمة العملية الجراحية فلا إثم عليه ولا حرج فلا إثم عليه ولا حرج أما فلا إثم عليه ولا حرج أن تأخذ المال لإجراء العملية أما إن كانت الأخت ليست مريضة بالفعل وطلبت من بعض أهل الفضل أن يجمعوا لها مبلغ من المال وهي ليست محقة في هذا ولا تستحق هذا فهذا حرام عليها وهذا طمارض ثمرته وخيمة في الدنيا والآخرة إن لم تتب إلى الله تعالى أما الحالة التالتة إن كانت مريضة وقرر الأطباء لها عملية جراحية وعليه تقدمت الأخت لبعض أهل الفضل أن يجمعوا لها قيمة العملية الجراحية ثم شفاها الله أو ذهب هذا البلاء أو قرر الأطباب أنها لا تحتاج إلى عملية أو قرر الأطباب أنها لا تحتاج إلى عملية جراحية فماذا تصنع في المال إن كانت تعلم هؤلاء الأفاضل الذين جمعوا لها المال فيجب عليها أن ترد المال إليهم فإن قال لها هؤلاء الأفاضل ما جمعنا هذا المال إلا لك أما وقد شفاك الله وصرف عنك هذا البلاء فهذا حقك وهذا رزقك هذا رزق طيب حلال لا إثم فيه ولا حرج إن شاء الله تعالى أرجو أن يكون جواب أختنا أيضا واضحا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين أخ كريم كريم فعلا يقول عندما يمرض أحد علمائنا أتمنى أن أكون مكانه وأدعو الله بذلك أنا أقول له جزاك الله خيرا أخي الحبيب ولكني لا أرى جواز ذلك وإنما أرى أن تقول اللهم أذهب عن شيخنا الفلاني مرضة اللهم ارزقنا وإياه العافية لأن الله واسع كريم لأن الله حليم كريم جواد سبحانه وتعالى فلا تدعو على نفسك وإنما أدعو الله عز وجل لنفسك وللشيخ بالعافية الله مني أسألك أن تعفو عني وعن شيخنا فلان الله مني أسألك أن تشفيني وأن تشفي شيخنا فلان وتدرع إلى الله بالدعاء له سبحانه وتعالى أن يذهب عن شيخك هذا الداء وهذا الوباء وهذا البلاء لكن لا تسأل الله أن يأخذ مرض الشيخ أو مرض من تحب إليك وإنما سل الكريم سبحانه وتعالى الذي لا تنفد خذائنه أن يذهب مرض من تحب وجزاك الله خيرا على هذه النية الكريمة المباركة وأسأل الله أن لا يحرمك أجرها وأن يجمعني وإياك بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله إنه ولي ذلك والقادر عليه عدة المرأة هذا موضوع طويل جدا لكن بإذن الله تعالى بإذن الله تعالى أرجو أن يسر الله عز وجل لي حلقة كاملة أو على الأقل نصف ساعة للحديث عن أنواع العدد لأن هذا موضوع طويل وموضوع فعلا مهم وخطير عدة المطلقة عدة المطلقة طلاقا رجعيا عدة المطلقة طلاقا بائنا عدة المتوفى عنها زوجها هذا موضوع طويل يحتاج فعلا إلى شرح وإلى تفصيل وأظن أننا بفضل الله تبارك وتعالى قد تكلمنا في نتف منه في جزئيات منه لكن إن كان الأمر كذلك يحتاج إلى شرح وافي وإلى تفصيل لأنواع العدد فأرجو الله سبحانه وتعالى لأن الوقت انتهى ولا حول ولا قتل إلا بالله أن أوفق بإذن الله تبارك وتعالى في شرحه بالتفصيل وبأسلوب يسير ليستوعبه كل أخ ولتستوعبه كل أخت بإذن الله تعالى أسأل الله أن يعينني على تذكر ذلك وأرجو الله أن يكون قريبا بإذن الله والأخ سمحني لأن فعلا الموضوع عاوز تفصيل والوقت انتهى ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بالنسبة لسؤال أختنا كما سمعت منها وأرجوه أن لا أكون يعني واهما في السماع تقول بأنها مبتلية بالسحر فهمت هذا فماذا يعني تصنع وندع الله سبحانه وتعالى لها ولكل أخ مبتلى ولكل أخت مبتلى أن يذهب الله عننا وعنكم البلاء اللهم أذهب عننا البلاء وأذهب عننا الوباء وأذهب عننا الهم والغم والحزن وأذهب عننا السحر وكفنا شر السحرة وشر الساحرين وشر الحاقدين وشر الحاسدين وشر كل ذي شر اللهم كفنا شر ما أهمنا وشر ما لا نهتم له يا أرحم الراحمين اللهم كفنا شر ما أهمنا شر ما لا نهتم له يا أرحم الراحمين أنا أقول لأختنا الفاضلة أن تستعين الله عز وجل وأن تحقق العبودية لله تبارك وتعالى وأن تحرص على قراءة صورة البقرة يعني علي أن تحافظ على الصلوات وأن تحافظ على قيام الليل وأن تحافظ على قيام الليل لأن قيام الليل يحميها ربنا تبارك وتعالى بفضله من أي وباء وبلاء بالنهار قال النبي المختار عليه الصلاة والسلام عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهات عن الإثم ومطردة للداء عن الجسد فعليها أن تحافظ على الصلوات وعليها أن تحافظ على الذكر لأن الذكر يحيي القلب وعليها أن تحافظ على ركعات بالليل ولو ركعة واحدة أو تلت ركعات بحسب ما يصر الله تبارك وتعالى لها وأن تحافظ على الاستعاذة من الشيطان وأن تحافظ على قول لا حول ولا قوة إلا بهذه أوراد للمسحور أو للممسوس والمصروع نحافظ على ذلك نحافظ على الذكر أنه ما فيش دواء للمسحور أو للمصروع الممسوس من مس الشيطان له مس الشيطان له إلا هذا ما فيش دواء له لهؤلاء إلا هذا كما أن البدن يمرض ويقرر الأطباء المتخصصون لهذا المرض دواء فكذلك هذه الأمراض التي تصيب البدن كسحر أو كمس من الشيطان إلى غير ذلك هذا هو الدواء لهذه الأمراض ثم عليها أن تحافظ على قراءة سورة البقرة وأن تقرأها باستمرار في بيتها إن استطاعت كل ثلاث أيام تقرأ سورة البقرة مرة فهذا جميل لقول البشير النذير صلى الله عليه وسلم خذوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطعها البطلة يعني السحرة وقال عليه الصلاة والسلام ما قرأت سورة البقرة في بيت إلا وطردت منه الجنة والشياطين ثلاثة أيام فعلى أختنا الكريمة أن تحافظ على هذا وأن لا تذهب إلى أحد وأن لا تذهب إلى أحد أن تستعين الواحد الأحد وأن لا تذهب لأحد من الخلق وأن تحافظ على هذا حافظ على الصلوات حافظ على قيام الليل حافظ على الذكر إن استطعت الصيام أن تصوم تحفظوا على قراءة القرآن وردي يومي على استغفار إن كان بيتها فيه صور معلقة تطاهر بيتها من الصور كان بيتها فيه تمثيل تطاهر بيتها من التمثيل وهذه التحف المجسمة للأشياء اللي فيها أرواح إنما إذا كانت تحف وصور لأشياء طبيعية للأنهار وللأشجار وللبحار فلا شيء في ذلك إنما صور منحوطة لتمثيل موجودة في البيت تطاهر البيت من ذلك تطاهر البيت من هذه التمثيل منحوطة ومن هذه الصور المرسومة أو حتى المصورة ما لهاش ضرورة فعلي أن تطاهر بيتها من ذلك وأن تعطر بيتها بذكر الله وبقراءة القرآن وبتلوث صورة البقرة وأن تجتهد إياه إذ لا مخرج ولا منجأ ولا ملجأ من الله إلا إليه وأسأل الله أن يكفينا وإياها شر كل ذي شر إنه ولي ذلك والقادر عليه والسؤال الأخير بفضل الله تبارك وتعالى الأخت تقول بأن ابنها لقي خاتما يعني وجد خاتما هذا ما يسمى باللقطة هذا ما يسمى باللقطة يعني شيء ضاع من صاحبه فوجده إنسان آخر ما حكم اللقطة؟ حكمها أن يعرف من التقطها أن يعرف بها في المكان الذي التقطها فيه عاما كاملا أن يعظل يعرف بها في مكانه الذي وجدها فيه عاما كاملا يعني في هذا النادي يعلق ورقة في مكان معروف على باب النادي مثلا بأنه وجد خاتم من ذهب فمن تعرف عليه مثلا فعليه أن يتصل بالرقم الفلاني أو أن يذهب إلى المسؤول الفلاني في النادي سانة كاملة إن تعرف عليه صاحبه بهذه المواصفات فليدفع له خاتمه أو أي لقطة أي كان ما أو غير ذلك فإن عرف ذلك عاما ولم يتعرف عليه أحد فله أن ينتفع به ولا إثم عليه ولا حرج وإن باعه وتصدق بثمنه لصاحبه فأرجو الله أن لا أحرمه الآهو الآخر هذا الأجراء هذا والله تعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الأعمال أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته